يواصل لنادي السقور تقديم فعالياته في المزاد الدولي لمزارع انتاج السقور في يومه العاشر ويمثل المزاد نقطة تحول استراتيجية في دعم مزارع الانتاج المحلي وهو الهدف الذي يسعى النادي للوصول إليه حيث يواصل لنادي السقور استقبال أصحاب مزارع الانتاج والمزايدين من داخل المملكة وخارجها وفق الإجراءات الاحترازية ينضم معنا مشاهدين الحديث بشكل موسع عن هذه الفعالية من حائل صاحب مركز العرادي لإنتاج وحماية السقور بدر العرادي أهلا بك ساد بدر مساء الخير إذن خلينا نتحدث عن مهرجان هذه الفعالية التي يقيمها نادي السقور في نادي الفعالية المزاد الدولي كيف تنظر لتأثيرها عليكم أنتم في ما يتعلق بالانتاج سعى النور والسرور وحياك الله طالعا أمرك بخصوص الفعالية يعني هذه صراحة سوى النادي السعودي هذه مبادرة أنه قدر يجمع جميع مزارع الصقور بالعالم تحت سقف واحد داخل المملكة العربية السعودية هذا سوى تسهيل كبير لجميع الصقاقير أن الشخص يقدر يروح المزاد يأخذ الطير اللي هو يحتاجه ويشوفه على عينه يعني قبل كان الواحد يمكن يشري طير ما شافه أصلا بالطبيعة يشري على صورة ويجي طير من منطقة لمنطقة ولكن الآن تشوف الطير على عينك تبحث طيرك تأخذ طيرك على يدك تكشف عليه مستشفى بعدما تروح بول المشاركات إن شاء الله جميل تأثيرها المزاد والفعاليات بشكل عام لقيمها نادي السقور عليكم أنتم في مزارع انتاج السقور وحماية السقور شي طبيعي الآن صار فيه المسابقات وأشواط هذه انعكست إيجابيا علينا كمبعات وكسوق يعني الصقاقير صاروا بازدياد يعني غيروا مسار الصقارة بشكل عام أول كان الهدف يعني من الصقارة هو إن الواحد يأخذ طير يروح يهده على صيده ولا على أحباره ولا على شيء الحين صار الطير يعني مصدر رزق تدخل فيه مسابقات يحقق معك سواء ماديا أو شيء جوائز الحين يعني مهرجان للملك عبد العزيز يعني كل إني يسعى بشتى الطرق أنه يحصل على كاس المؤسس جميل كيف تشوف الفرق بين يعني قبل إنشاء نادي السقور وبعد إنشاء نادي بنسبة لكم أنتم كملاك مزارع انتاج حنا يعني كان قبل النادي كان يعني زي ما تقول ما في منصة تحتوينا أو تظهرنا بالشكل الصحيح الحين النادي يعني حط دعمنا بأشواط خاصة ما يدخل فيها للطيور المنتجي داخل مملكة العربية السعودية هذا أكبر دعم يقدم لنا أن طيرك يعني بنافس الطيور يتنتج داخل مملكة العربية السعودية على جائزة ضخمة هذا كله ينعكس أن جميع الصقاقير يتمنون أنهم يأخذون طيور من إنتاج المملكة العربية السعودية ومما زود الأسعار عندنا الله الحمد والشكر جميل فيما يتعلق بالفرقات الكثيرة ذكرت أنه في فائدة يعني بعد فائدة كبيرة عادت على ملاك المزارع الانتاج وإضافة حماية السقور بشكل عام من النادي فيما يتعلق بهذه الفعالية فعالية المزاد الدولي يعني مهمة جدا للمهتمين بالسقور وما إلى ذلك كيف تنظر إلى همية أيضا جمع يعني هذا العدد الكبير من الناس في هذا المزاد لتبادل الخبرات وكذلك المعرفة شيء طبيعي بما أن تجي المنتجين الطيور نتكلم كصفتي منتج الطيور لما منتجين الطيور بالعالم كلها تجتمع تحت سقف واحد هذا يسهل عليك أنك تتواصل مع المزارع الخارجية تبادل الخبرات تبادل السلالات الطيور يعني يمكن أن أنا أطلب طيور من مزرع خارجية وهم كذلك بالعكس يعني يستفيدون من الطيور الموجودة عندنا وهذه يعني سراحة يعني سهلوا علينا أمور واجد يعني قبل كان الواحد لازم يسافر إلى الدول بعيدة يعني علشان يأخذ معلومة بسيطة الحين يعني يوفروا لنا سراحة وعطونا مدة طويلة مدة شهر يعني تقدر تأخذ راحتك بكل ما تحتاج جميل جميل فيما يتعلق بالمراكز مراكز إنتاج وحماية الصخور أستاذ بدر أنت أحد الملاك لهذه المراكز هل ترى أن هناك قلة في وجود هذه المراكز في المملكة أمن ترى أن الوضع كافي بالمراكز الموجودة حتى الآن لا والله بخصوص المراكز الموجودة لا تعتبر قليلة جدا يعني المراكز الموجودة الآن تعد بالأصابع ولكن إن شاء الله بعد الأشواط هذه وبعد الدعم اللي قدموها النادي لنا وبعد يعني كل التسهيلات هذه تأكد أننا كل سنة بيكون فيها ازدياد سواء بالمزارع أو حنا أصحاب المزارع بنحاول يعني نزيد أكبر عدد انتاج لأن الحين يعني كان مطلوب يعني قبل يعني كان السوق يعني زي ما تقول ضعيف شوي على الانتاج المحلي الناس يعني يرغبون الطيور يجاية من برا الحين يعني بحكم وجود الأشواط هذه ساهمت إن الواحد كل واحد يتمنى أنه يملك طير من الانتاج المملكة العربية السعودية جميل ما المأمول من نادي الصقور استاذ بدر منكم أنتم كملاك مراكز انتاج وحماية الصقور حتى الآن والله للأمان يعني سراحي النادي يعني منشأ قريب الحين ما أخذ المد قصيري سراحي قدم لنا يعني من جينا من ناحية الأشواط يعني قدم جميع الأشواط حطوا جوائز ضخمة يعني تتكلم على الشوطة الواحد على يعني أكثر من نص مليون الجائزة يعني هذه كل حوافز سراحي عكسة إيجابية علينا كصقاقير أو كأصحاب هواية أو كأصحاب مزارع انتاج جميل كل توفيق لكم الأستاذ بدر العرادي صاحب مركز العرادي لانتاج وحماية الصقور شكرا جزيلا لك